معا من أجل حياة مبتكرة شعار الموسم الجامعي الجديد موسم جديد بمستجدات وإجراءات جديد أيضا تنزيل المخطط الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نتابع بهذا الخصوص روبرتاج لبوشيب عماري وسوفيان إبراهيم من الدربيد الدخول الجامعي الحالي مستجدات الإصلاح والإجراءات المتخدة لمواكبة الموسم الجامعي شكل محور هذا اللقاء الذي طرح مختلف مقاربات تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نشكر جميع الرؤساء الجامعات وجميع العمداء والمديرين لأننا وقفوا على الدخول الجامعي اللي بغينا يكون دخول جامعي لكي يرجع لهيبة للجامعة المغربية وبالخصوص الاستقتام المفتوح لأن اليوم عندنا دخلنا المهارات الداتية والكفاءات الأفقية والقوات اللغوية اللي دخل في سياق ديال التكوين هندسة بيدروجية جديدة اللي تلأموا معها واللي اليوم وجدناها في السنتين واليوم انطلاق ديال هاد المشروع اللقاء شكل مناسبة لطرح مشروع تطور جامعة الحسن الثاني بالدير البيضاء الذي يتنغم مع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والذي وضع لأجلهم محورا استراتيجيا للحياة الجامعية والاندماج جياد داربيتست تكون قطب اقتصادي مهم جدا وأعتقد أن هذه الأمور كلها مخودة بعين الاعتبار في المنظومة الجديدة ديال التعليم اللي هي مستوحدة كذلك من النموذج التنموي الجديد وبالتالي هي كتخدم المصلحة ديال المدينة ولكن كتخدم بنفس الوقت المصلحة ديال البلاد معا من أجل جامعة مبتكرة شعار الموسم الجامعي الحالي يضع الطالب في مركز اهتمام الحياة الجامعية وفي مقدمة النموذج الجديد للجامعة المغربية ولملاقشة رهانات الدخول الجامع الجديد والاطلاع الأبرز للمستجدات مستجدات الإصلاح الجامعي ببلادنا يسعدنا أن نرحب ضيفتنا في بلط الأخبار هذا المساء السيدة فاطم الزهر العالمي عضو باللجنة الوطنية لإصلاح التعليم العالي ونائبة رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيطاء مساء الخير السيدة عالمي مرحبا إذن بداية لو تقربنا من الصياق العام يعني والمقاربة المعتمدة لتنزيل الإصلاح البتغوجي الجديد للتعليم العالي بلنا أولا أود أن أجدد تعازينا لصاحب جلالة نصره الله باسم موزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأستاذ عبداللطيف ميراوي وجميع كافة أسر التعليم وكذلك المنكوبين وضحايا زلدال الحوز بالنسبة للمقاربة المعتمدة للإصلاح البتغوجي الجديد هي مقاربة كانت مقاربة تشاركية وتم الاعتماد على جميع القوى الحية للجامعة المغربية من أساتذة وأطرب داغوجية ومسؤولين وكذلك جميع رؤساء الأقسام وكذلك رؤساء الشعب الذين كلهم شاركوا في بناء هذا الإصلاح وكذلك تم الاعتماد على المحيط السوسو اقتصادي المقاربة كانت كذلك بالنسبة للمحيط السوسو اقتصادي ذلك من خلال المناظرات الجهوية التي صهرت على تنظيمها الوزارة الوسية وهذه المناظرات عرفت بطبيعة 13 الجهة منهم الجهة الثالثة عشر التي هي الجهة المغاربة المقيمة بالخارج طيب وماذا عن أبرز مستجدات هذا الإصلاح وماذا هي الأهداف التي متوخت منه دعيني أقول لك بأن الآن الجامعة ستكون جامعة في حلة جديدة الجامعة ستنتج جيل جديد الجامعة سترتكز على حاجات سوق الشغل ولأول مرة سنتخلى عن فكرة بأن الجامعة تساهم في إطراء نقدر نقوله في رفع من نسبات البطالة في رفع من نسبات البطالة والحاجة المهمة التي نركز عليها هو الآن نحن بسدد إطلاق الإجازة من الجهيل الجديد هذه الإجازة هي جد متنوعة وفيها مجموعة من الأسلاك والمسارات المعتمدة التي فيها ما يعتمد على الجدع الوضني المشترك وفيها ما هي إجازات متخصصة التي تبدأ من الأسلس الأول من الدراسة الجامعية وفيها إجازات التي تعتمد على مصارات التمييز مصارات التمييز كلها محتضنة في مجموعة من مراكز التمييز التي أحصت الوزارة الوصية 63 مركز التمييز عبر كل جامعات المغربية وهذا المصارات التمييز هي تعطي فرصة جديدة للطالب المغربي بأنه يلتحق بإسلاك العليا ومدارس العليا داخل مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وهذا أظن يستجل في أول مرة في تاريخ الجامعة المغربية يعني هي مستجدات مختلفة طبع الموسم الجامعة الجديدة سأواصل معك سيدة عالمي من ضمن هذه المستجدات مشاهدين إحداث مراكز للتمييز كما ذكرت ضيفتنا بمؤسسات الاستقطاب المفتوح فضلا عن تعزيز التكوين في اللغات الأجنبية والرقمنة وأيضا المهارات الذاتية مستجدات واكب طموحات مشروع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سامير أسبان وسيم أم سعود وابليا شهد تكوين رصين يتماشى ومتطلبات سوق الشغل هاجس هؤلاء الطلبة الذين بدأوا الحصص الأولى في مسارهم الجامعي هذه السنة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أقدان بالرباط هذه المؤسسة الجامعية التي تستقطب كل عام حوالي ستة آلاف طالب بين سلكي الإجازة والمصر يعقد هؤلاء الطلبة آمالا كبيرة على الإصلاحات البداغوجية التي ستطبع هذا الدخول الجامعي في هذا السنة جديد سيجعل البلدين يفوكوس على مصر واحد يعني في الاختارة في الأول سيأمشفها حياسه كاملة يعني مصر واحد سيأخذه من الأول ومن أكثر سيأخذها للغاية وهي شيء مهم باش أنه يمكن طلبة أن يحصلوا على وحدش هذا المتميزة خصوصا في اللغات الأجنبية وكذلك التخصص الذي يكمل من هنا الأعوام هذه الأشياء الجداد والمصر الجداد التي تزادوا في الفاكوليتا دينا بحل دبا ما كان لدينا الممكن أن نختاروا مشيغي شعبا وحدا يعني لدينا الأشياء أن نبتلوا المسلك دينا على حسب الرغبة دينا والمويل دينا وكنشوف الحاجة التانية اللي علاء أفنطاج كبير هي الماستر يعني تزالت واحد شوية القادية ما بين الليسانس والماستر دون أنا كنشوف بلاده واحد الأفنطاج كبير ترسيخ ثقافة التمييز في التكوينات داخل الجامعات أبرز مستجدات الدخول الجامعي هذا العام 63 مركزا للتمييز أحدث هذا إلى جانب تنويع مسالك التكوين بالسلك الإجازة ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1037 مسلكا خلال هذا الموسم تم إحداث مراكز وإجازات من الجيل الجديد مراكز التمييز فعلا سبب المثال في كلية العلوم القانونية وقتصادية والاجتماعية أقدال تم إحداث ما يسمى بأقدال بيزنس سكول بالإضافة للمركز أقدال بيزنس سكول تم إحداث كذلك إجازات من الجيل الجديد كينا مثلا إجازة في القانون والاقتصاد وكذلك إجازة في الدراسات السياسية والجيوستراتيجية تقوية مستويات الطلبة على مستوى اللغات، الثقافة الرقمية والدكاء الاصطناعي أيضا كلها مستجدات بيداغوجية جاء بها مشروع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ما يهمنا الآن هو التمييز الأكاديمي كما قلت لك هذا سيهم سلك الإجازة لغاديهم أولا الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة بحيث أنه غادي يدخل فيها تكون على اللغات تنمية مهارات الطلبة من ناحية اللغوية وكان أعرف الأهمية من هذا الجانب كذلك غادي تكون هناك تدريس عبر مهارات القوة ما ينهز مليون وثلاثمائة ألف طالب يتابعون درستهم هذا العام في مؤسسات التعليم العالي رهان على تجويد التكوين وجعل الجامعة المغربية منبعا للكفاءات المبدعة في شتى المجالات ونعود لمواصلة نقاش مع ضيفتنا في الستوديو هذا المساء سيدة فطر مزهراء العالمي أستاذ يعني مليون